اشتركوا في القناة وبكرة ترجع يوم آخر استمرارية في المسألة هذه بغض النظر مهما كان حجم الشجرة ستسقط ولا تصمد أمام تحدي الزمن وقلت هنا في عندي ضابط مهم ما تحتاج عشر ألاف ضربة في عشر ألاف حتة لكن عشر ألاف ضربة في نقطة واحدة التركيز وأضيف إليها ضابط هنا جدا مهم طب النقطة هذه أنا وين راح أحددها حضره في أي نقطة على نقطة تتوافق مع نقاط قوتي وهذه اللي أنا راح أضرب عليها فلو أنا اكتشفت وتلمست بين المواهب والملكات والإمكانات والقدرات اللي موجودة عندي إيش الشي اللي أنا بالنسبة لي ممكن يعدهي الملكة الأقوى والأفضل وفيه ألافكرة طرق علمية تساعد على المسألة هذه فيه اختبارات يعني معينة على المسألة هذه فيه يمكن يعني كتب ودورات أنا بأعمل دورات متخصصة في هذا السياق وحيكون إن شاء الله عندنا دورات في الصيف بإذن الله هنا في جدة فيه كتب بتتكلم عن المسألة هذه ورش عمل تقدر تكتشف فيها أنت يعني نقاط قوتك لو اكتشفتها وبنعت تركز عليها وبنيت عادات لتفعيلها أنا مثلا لما كان واحد من نقاط القوة التأثير والحديث أمام الناس وإيصال الأفكار فخليت إنه قضية الخطابة والإلقاء هذا جزء من عاداتي فصرت إنه أنا مع الأهل مع الأصدقاء مع الأصحاب مع نادي خطابة مع المجموعة دائما باستمرار بأبني العادة إنه أنا لازم أسبوعيا ثلاث أربعة مرات ألقي يعني ما ينفع إنه أنا يعدي علي أسبوع من غير ما ألقي مرة ده أنا حتى يعني فترات لما نكون مثلا ما عندي دورات أجمع الموظفين وأقول أسوي عليهم محاضرة يعني 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 يجيني أكلان كده العادة خلاص يعني ما تقدر أن تتوقفها فإذا أرجع وأقول نقطة البداية تشف نقاط قوتك طور عادات لتفعيل نقاط القوة هذه وظف كل الإمكانات وتحقيق حلمك حيكون بإذن الله مسألة تحصيل حاصل وبكذا نكون يعني ختمت جزئيا قضية السؤال الواقعية فلو تجي تسألني كذا رشاد أجمل لنا السؤال هذا يعني بشكل مختصر سياقة السؤال واضحة هل أعتمد في تحقيق حلمي على عوامل تقع ضمن سيطرتي أشياء أستطيع التحكم فيها فأنت تستطيع التحكم في ملكاتك وإمكاناتك ونقاط قوتك وتركز عليها وتستطيع التحكم في بناء العادات هذا الإنسان الواقعي إن هو يبني عادة تطور عنده الإمكانات اللي موجودة عنده توصل لحلمه أما إنك أنت تكون من الواهمون اللي عايشين في فانتازيا الموضوع هذا ما حيوديك إلى النتيجة المأمولة والنتيجة المرغوبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر